بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء أهلا ومرحبا بكم في شابتر سيبن بارت وان ديتيلز أوفرينفورسمنت فور بيمز زا ما احنا شايفين هنا ان الكاميرا اللي عندي بيبقى فيها تسليح سفلي فيها تسليح علوي فيها الكنات اللي موجودة عندي طبعا التسليح السفلي دوات المقصود بيلي هي مقاومة العزوم وفوق هنا الحديد دو بنسميه الستيراب هنجر ودي الكنات اللي هي الستيراب ده منظور برضو بيوضح عندنا اللي هو الحديد اللي موجود داخل الكاميرا نفس الكلام هنا ادي فيه كاميرا متقاطعة مع عمود ده الحديد السفلي الحديد العلوي ودي الكنات طيب انبص هنا دي كاميرا سيمبل بيم الكاميرا السيمبل بيم ديت الحديد بتاعها فيه شوية ديتيلز لازم تبقى عارفها وانت بتربط الحديد مع بعضه يعني ده الحديد السفلي بيبقى فيه حديد مستمر وفيه حديد بنعمله كات اوف بنعمل كات اوف ليه لان ده توزيع المومنت ده الماكسيمم مومنت هنا دي قيمة المومنت بتقل عند الساب بورد وبالتالي انا مش محتاج كل الحديد يبقى كنتينيوز من الساب بورد للساب بورد اللي بعده فنص الحديد بناخده كنتينيوز والنص التاني بنعمله كات اوف طيب المسافة اللي بنعمل فيها كات اوف قد ايه اللي هي واحد من عشرة ال حيث اللي هو اللسبان بتاع الكاميرا طيب الحديد العلوي اللي هو عند النيجاتف ساب بورد لان هنا هنا ده المومنت ده التوزيع بتاعه فالجزء بتاع المومنت دوت انا محتاج له حديد علوي الحديد العلوي دوت المسافة دي بتبقى اثنين من عشرة ال دي الكنات اللي عندي اللي هي اللي ستيرابس اللي موجودة اللي هي بتبقى خمسة فاي تمانية في المتر والرقم دوت بيبقى في المنطقة اللي هي المتوسطة اللي موجودة في الكاميرا طيب لو انا عندي كاميرا فيها كنتيليفر ايه الجديد عندي هنا اللي هو تسليح الكانتيليفر وبنستخدم حاجة هنا اسمها الشوك الشوك ديت بتمتد داخل البحر المجاور مسافة واحد ونص السي او اللي على اربعة القيمة الاكبر فيهم ويبقى ده تسليح الكانتيليفر اللي متصل مع الكاميرا طيب لو انا عندي كونتينيو اس بيم الكونتينيو اس بيم ده توزيع المومنت اللي عليها فبنلاقي مثلا ده اللي هو الموجود موجود له مومنت عندي اللي هو دا بيو اللي سكوير على احداشر ليه حديد معين الحديد ده هو فيه جزء مستمر فيه جزء بنعمل فيه كات اوف طيب الكات اوف عندي بيبقى مسافة كيان في الحالة دي اللي هي المسافة دي اللي هي خمستاشر من مية في اللي هي سوء اللي هو اللي سبان بتاع الكاميرا طيب ايه الجديد عندي هنا اللي هو توزيع المومنت عن الانترنال سبورت فيه مومنت هنا المومنت ده اللي هو النيجاتف محتاج حديد فالحديد دوت بنعمل له كات اوف يعني فيه جزء بيبقى مستمر وفيه جزء بنعمل له كات اوف المسافة اللي بيدخلها جوه البحر هنا قلة على ثلاثة والحديد المقطوع بيبقى قلة على اربعة طيب هنا في بعض الاخطاء الشائعة عندنا يعني انا لو عندي كاميرا ما يبقاش توزيع الكنات بنفس الطريقة من اول السبورت لنهاية السبورت لا بيحصل عملية ان احنا بنكسف الكنات بجوار السبورت زي ما احنا شايفين اللي ستيرة بسبيسنج هنا بيبقى دي على اربعة او ميت ميلي او اللي هو تمانية الديامتر المسافة اللي بنعمل فيها تكسيف اللي هي بتبقى الواحد على ثلاثة نفس الكلام هنا بنحصل تكسيف للكنات اللي عنده يبقى احنا بنقول ان عند السبورت بيحصل تكسيف للكنات وده ليه سبب ايه هو السبب ان الماكسيموم شير بيبقى عند السبورت والهدف الاساسي بتاع الكنات هو مقاومة الشير استرس طيب في حالة ان الكاميرا لكروس سيكشن بتاعها مش كونتينووس وليه نفس الدبس بمعنى في دبس هنا وفي دبس هنا مختلف فبنقول خلي بالك في المنطقة ديات لازم يحصل تكسيف للكنات على مسافة معينة المسافة ديات اللي احنا بنقول عليها اللي هي ال دي على اتنين واللاحظ هنا ان تفاصيل الحديد هنا غلط انت السيخ عندك ما ينفعش يتاخد بالشكل ده لكن في حلول تانية ايه هي الحلول ممكن السيخ اللي فوق اه وده السيخ اللي تحت يحصل بينهم اوفر لابنج الاوفر لابنج اللي هي المسافة اللي احنا شايفينها موجودة عندنا لانك لو عملت بالشكل دوت المنطقة ديات حيحصل فيها كراكينج حيحصل فيها شروع طيب من ضمن برضو الاخطاء الشائعة في عملية التسليح لو انا عندي حديد مكسح اللي هو البنت بارز والهدف منه انه هو مقاومة الشير استرس بنقول لو اتعامل بالطريقة ديات بيبقى انكوريكت بيبقى خطأ لكن التكسيح عندي يتعمل على مرحلتين زي ما احنا شايفين ادي المرحلة الاولانية وفيه جزء تاني المسافة بين السيخ الاولاني والتاني اللي هي بتساوي دي على اتنين المسافة اللي احنا شايفينها ديات اللي هي من نهاية التكسيح لغاية بداية الساب بورد هي واحد ونص دي يبقى في الحالة ديات بتمنع حدوث الكراكينج طيب في حالة الكنتينوس بيم لما يبقى عندي برضو نفس الكلام في حديد مكسح الطريقة ديات خطأ والصح بتاعها انك بتبدأ التكسيح عندك من مسافة واحد ونص دي نفس الكلام هنا من واحد ونص دي الحديد المكسح يمتد في البحر المجاور اللي اسبان على اربع طب عند الساب بورد ده برضو بداية التكسيح تبقى موجودة عند مسافة واحد ونص دي بنشوف هنا بعض الاخطاء الشائعة في عملية رص الحديد داخل الكاميرات وفي الحالة ديات بيؤدي الى حدوث الكراكينج طيب عشان نتفادل الكراكينج ديات بنقول لك لأ الحديد اللي عندك لو انت هتعمله كات اوف المسافة اللي بيعف عندها هي خمستاشر من مية ال حيث ال هي الاسبان طبعا الاسبان ده لو مختلف يعني ده ال واحد ده ال اتنين يبقى في الحالة دي خمستاشر من مية ال واحد هنا خمستاشر من مية ال تو السيكشن ده تكلمنا على ايه قبل كده وقلنا لو انت عمل التسليح بالشكل دوت يعني السيخ التاخد حتة واحدة المنطقة ديت بيحصل فيها الكراكينج طب في حل تاني ايه هو الحل علشان نمنع الكراكينج انك تعمل عندك الحديد بالشكل ده على شكل كرافطة زي ما انت شايف ادي السيخ اهو والسيخ اللي تحت بيبقى بالشكل دوت وفي الحالة ديت بنعمل تكسيف للكنات زي ما انت شايف المنطقة ديت احنا مكسفين فيها الكنات وبالتالي تمنع حدوث الكراكينج في الكاميرا اللي عندها طب لو انا عندي هونش بمعنى ان الدبس هنا اكبر من الدبس هنا نفس الكلام لو انت خدت السيخ حتة واحدة المنطقة ديت حيحصل فيها الكراكينج نتيجة ان فيه تانشان فورس دي المحصلة بتاعتهم المحصلة ديت بتعمل هنا ضغط على الخرصانة وبالتالي بيحصل فيه فليا طيب المشكلة دي تحلها ازاي ان السيخ اللي تحت تاخد الوحده والسيخ المايل طب المسافة دي كام اللي هي الدي نفس الكلام هنا يبقى هنا في الحالة ديت مش هيحصل عندك الكراكينج في المنطقة ديت نتيجة انك واخد السيخ في جزء واحد نفس الكلام هنا ان انا لو عندي جوينت بالشكل دوت فحيبقى فيه هنا تانشان فيه هنا كومبريشان هيحصل الكراكينج نفس الكلام هنا هيحصل تانشان كومبريشان المحصلة الموجودة ديت هتسبب لك فيه فيه الخرصانة يبقى في الحالة ديت التسليح بتاعك يبقى بالشكل دوت يعني بمعنى اوعى تاخد السيخ قطعة واحدة او جزء واحد نيجي فيه الكاميرات فيه برضو في الكاميرا لو انا عندي المسافة ديت اللي هي اتش لو اتش ديت اكبر من ربعمية وخمسين مليميتر في الحالة ديت بنستخدم شرينكش بار هنا الجزء دوت غلط ليه لان المفروض ان انا استخدم شرينكش بار اللي هي البرندات اللي موجودة فيه جنب الكاميرا المسافة دي بتبقى من مية الى ميتين مليميتر عشان نمنع حدوث الكراكس النتجة عن الشرينكش بتاع الخرصانة يبقى احنا بنقول لو الاتش عندك اكبر من ربعمية وخمسين ملي لازم تستخدم الشرينكش بارز والمسافة بتبقى من مية الى ميتين مليميتر